في ظل هذا العدوان على غزة والحديث أيضا عن المساعدات والدعم المدن والقرى الفلسطينية وأيضا المخيمات تنشط اليوم في موضوع مقاطعة الاحتلال ومنتجاته العديد يسأل ربما هذه هبة أو هو رشاد سيستمر هذا موضوع قديم جديد ولكن في ظل أيضا العدوان المؤسسات والحملات الشعبية تشعر أنه في حاجة للتسليط الدوء على هذا الموضوع بشكل أكبر كنا قد طرحنا وتعرفنا أيضا على عمل حملات شبابية ومؤسساتية واليوم نتحدث عن عمل لجنة وطنية لمقاطعة الاحتلال ومنتجاته التي بدأت من مدن مختلفة واليوم سننتقل الحديث بشكل مخصص عن مدينة بيت لحمل انتلقت في هذه الحملة من مخيمات وقرى مختلفة يسعدنا أن يكون معنا في هذا الموضوع ولتفاصيل أكثر الأستاذ منذر عميرة هو عضو في اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال ومنتجاته شكرا لك على الحضور وأهلا وسهلا بك صباح خير صباح خير نتحدث أيضا عن لجنة وطنية لمقاطعة الاحتلال ومنتجاته ربما طوال الوقت في هناك مطالبات شعبية بوجود لجان وطنية تحتضن جميع هذه الحملات حدثنا عن هدفها وإطار العمل أيضا يعني في الحقيقة محافظة بيت لحم على غرار باقي المحافظات في كل الوطن كان هناك العديد من الحملات والعديد من المبادرات فيما يتعلق في مقاطعة الاحتلال ومنتجات الاحتلال هذه الحملات كانت حملات ناجحة بامتياز في المحافظة كان هناك جهد وطني فصائلي مؤسساتي باتجاه توحيد هذه الحملات من أجل أن يكون هناك حملة منظمة مستدامة ألا تكون الحملة كما قلت في بداية اللقاء يعني هي مجرد هبة تنتهي بانتهاء العدوان على قطاع غزة أو بانتهاء أي حدث ممكن أن يحدث في الأراضي الفلسطينية إذن الجنة الوطنية هي خاصة فقط في مدينة بيت لحم؟ حتى الآن الحملة هي في بيت لحم هناك مبادرة اليوم باجتماع في مدينة رامالله كل المبادرات وكل الحملات الموجودة في كل المحافظات سواء في فلسطين المحتلة عام 1967 أو حتى هناك مشاركة فلسطينية من القدس أو من 48 ليكونوا جزء من هذه الحملة هذا الجهد كان مخصص في البداية في محافظة بيت لحم من أجل توحيد الجهد في الحقيقة كان هناك تجاوب غير مسبوك أعداد غير مسبوكة من المتطوعين الشباب هناك أيضا تجاوب من أجل توحيد العمل يعني بالعادة كل حملة تنقزهم كل واحد بده يدعي للنجاح وأنه أنا بشتل في هذا الجانب وانت في هذا الجانب خلينا نكمل بالعكس يعني كل الحملات استجابت للدعوة وكانوا موجودين في مؤتمر في بلدية بيت لحم انطلق أكثر من 300 متطوع في نفس اليوم لكل أنحاء المحافظة من أجل الإعلان عن الحملة يعني فلسفة الحملة كانت من أجل توعية المستهلك الفلسطيني في البداية وأيضا هي حملة سياسية بانتياز بعيدا عن البعد الاقتصادي للموضوع طيب سنتحدث عن تجارب خاصة أنه في كان هناك أيضا حملات وأفكار متنوعة ولكن من خلال تجربتك أيضا أنت لك تجربة طويلة في موضوع اللجان الشعبية والوطنية ما فائدة أن تجمع هذه الحملات يعني اليوم نقول للناس بدنا لجنة وطنية تكون مسؤولة عن المساعدات ليس لشهرة طول السنة بدنا لجنة وطنية تحكي عن موضوع المقاطعة شو الفايدة يعني تاريخيا فلسطينيا شو فايدة اللجان يعني الفايدة على أن لا تبقى المقاطعة مقتصرة على المنتجات بشكل مخصص يعني اليوم معظم الناس يفكروا أن الحملة المقاطعة هي حملة مقاطعة المنتجات السلع غذائية هذا أولا السلع الغذائية بالموقع الثاني هي كما قلت هي حملة سياسية بامتياز الشعب الفلسطيني يتعرض للانتهاكات اليومية من قبل الاحتلال للإسرائيل يتعرض للمضايقات اليومية للأراضي الفلسطينية تستباح بالتالي هاي الحملة بدأت بمقاطعة الاحتلال يعني احنا بنحط خمسين خط أحمر تحت الاحتلال وبعدين بنأتي للمنتجات منتجات هذا الاحتلال بالتالي جمع كل هذه القدرات من أجل أن يكون هناك عمل منظم ضد هذا الاحتلال من إجل إنهاءه أيضا التوجه أيضا سواء للمنتج الفلسطيني من أجل تعزيز إنتاجه التوجه للمؤسسات الفلسطينية على أن تكون جزء مهم وأصيل من هذه الحملة أيضا المبادرات تعزيز المبادرات الخلاقة من أجل المقاطعة يعني كل هذه جمعناها في مبادرة واحدة من أجل أن يكون هناك نجاح نحن النبراس لإلنا في موضوعات المقاطعة حملة البيدي أس الدولية والنجاحات اللي عملتها لأن كان حملة موحدة كان هاي الحملة مضبوطة بصقف سياسي ولكن بالمبادرات تحت إطار الحملة كانت أكثر من ناجحة في أكثر من دولة هي حاضنة إذن يعني تحتضن هذه المبادرة الحملة هي مجرد حاملة لكل هاي الحملات الموجودة وبالتالي شعرنا بنجاح أيضا في بيت لحم يعني كانت الحاضنة هي الحملة لكن في كل موقع من مواقع محافظة بيت لحم كان هناك مبادرة على مستوى الجامعات كان مبادرة وإن شاء الله خلال الأيام القادمة يعني الناس رح تسمع بمبادرة حقيقية خلو كل الجامعات في محافظة بيت لحم من المنتج الإسرائيلي على المستوى المخيمات مثلا في مخيم العزة أو مخيم عيدة رح نلاقي نساء من بيت لبيت حملت نساء من بيت لبيت خرجت النساء من بيت لبيت من أجل توعية النساء الأخريات من أجل أن هذا المنتج منتج إسرائيلي اليوم الشعبال إحنا دفعنا دم ثمن استقلالنا وثمن حريتنا وثمن كرمتنا كرمتنا مش رح تكون باستخدام المنتج الإسرائيلي وفعلاً تنقلت مجموعة من النساء للمخيمات وزارة؟ يعني بشكل غريب عجيب بشكل رائع بشكل يعني محدش كان ممكن يتخيل إنه مجموعة من النساء اللي ما كانش كان يعني بيقولوا يعني إيش يعني تقاطع منتج إسرائيلي معنك الحدود مسكرة والمتجرس وفيش بدائل وكل هاي للأسف الإجابات الباهتة اليوم لا النساء اللي كانت يعني بتطلع علينا باستغراب يوم ما كنا بدناش نشرب تبوزينا مثلاً أول حليب الإسرائيلي اليوم نفس النساء اللي حملت على عاتقهم المسير من بيت لبيت وإقناع النساء الأخريات من أجل المقاطعة أيضاً على مستوى النسوي كان يعني كنا في صدد عمل مؤتمر النساء في محافظة بيت لحم من أجل تعزيز المقاطعة هؤلاء النساء أيضاً مجموعة المؤسسات النسائية أخذوا على عاتقهم عمل مجموعة من الاسبوتات الإذاعية والتلفزيونية من أجل عرضها على تلفزيونات سواء الفضائيات الفلسطينية أو حتى على المستوى الدولي وإحنا نقول لهم اليوم الصبح يعني هاي من القناة من نحكي لهم أنه يجهزوا المادة وإحنا كمان مستعدين نكون من النفس اللي كمان بنشروا هذه الصورة ولكن كمان هذه القصص تحفز كتير من النساء اللي عم بتشوفنا كمان اليوم قديش مهم يعني خاصة لأنه شيء أساسي يجب أن نقنع حدا المسؤول عن كمان يعني نربي أجيالنا على هذا النهج أكيد يعني نهج المقاطعة مش نهج مقاطعة اقتصادية فقط يعني النساء الأساس في تربيتنا يعني إذا النساء استطاعوا أن يكونوا هم حجر الأساس في هذه الحملة أنا باعتقادي راح تكون الحملة ناجحة ناجحة باتجاه أكثر من اتجاه سواء تعزيز المنتج الفلسطيني أو مقاطعة المنتج الإسرائيلي ومثل ما قلت إنهاء الاحتلال بكل تفاصيل وبيت لحم يعني للأسف أنا بقول بيت لحم من المحافظات المغتصبة خلينا أقول من الاحتلال الإسرائيلي بكل تفاصيلها محافظة بيت لحم محافظة سياحية بامتهاز راح تلاقي أنه كان خلال الفترة الماضية أكثر من مئة دليل سياحي إسرائيلي بدخلوا محافظة بيت لحم تجميع هذا الجهود من أجل أيضا عمل بعض الحملات اللي بتمنع هذول الأدلاء السياحيين الدخول للمحافظة أكثر من 2 مليون سائح بدخلوا محافظة بيت لحم بشتروا مجموعة من الهدايا راح تتجدي مجموعة من الهدايا إما صنعت في إسرائيل وإما صنعت في الصين وإما أيضا يعني رموز سياسية إسرائيلية مش رموز دينية يهودية يعني إحنا مش ضد الدين لكن راح تلاقي في محافظة بيت لحم رموز سياسية إسرائيلية تباع في وسط مدينة بيت لحم بالتالي قد يكون في حاجة لجهد أكبر في محافظة بيت لحم وعشان هيك كانت المبادرة أكثر في محافظة بيت لحم نفس الأشخاص اللي كانوا حتى في مبادرات المقاطعة اليوم هم المساندين سواء في المظاهرات اللي بتخرج للشوارع سواء بمحاولة مساعدة المزارع الفلسطيني يعني قبل الأيام تم هدم خيمة وكهف لأحد سكان محافظة بيت لحم في قرية الولجة نفس الشباب اللي خرجوا في حملة المقاطعة نفسهم تداعوا لعمل تطوعي على هاي الأرض اللي تم هدمها وإعادة إصلاحها وإعادة بناءها بالتالي إعادة إحياء الروح الوطنية وروح العمل التطوعي ممزوجة بالعمل من أجل المقاطعة باعتقادي هيك إحنا ممكن نخوض النجاح هذا وقتها وهذا ردي أسألك هل بتفكر أنه كمان هذه ممكن تكون تجربة محافظة لمدن مختلفة أنها تطلق أو تنظم لهاي اللجنة أو هل هي اللجنة تستقبل المدن أو أنه تعطيها نموذج للبدء فيها يعني أكيد إحنا اليوم عندنا اجتماع كما قلت في مدينة رمالة من كل المحافظات رح نعرض تجربتنا أمام الجميع باتجاه عرض تجربة نجاح خلينا أقول عنها من أجل توحيد الجهود بعيدا عن الفصائلية بعيدا عن الأجندة اللي إلها علاقة سواء بمؤسسات أهلية ومجتمع مدني أو شخصيات إحنا اليوم في حملة المقاطعة أصحاب أجندة وطنية التجربة بتقول أن يوم الكل بشارك في القيادة وفي صياغة الحملات هذه الحملات رح تنجح الكل شريك الكل سيكون ناجح الكل بقدر يتبنى هذا الحملة وبقول أنا جزء من هذه الحملة من أصغر قرية لأكبر مدينة ممكن يكونوا شركاء في هذه الحملة وجزء من هذه الحملة هذا ممتاز وأطلب منك رسالة أخيرة كما بتحب توجهها لكل مشاهدين هذه اللجنة الوطنية اللي طلقت من بيت لحم اعتمدت بشكل أساسي على شباب وعلى نساء أيضا من مخيمات وقرى مختلفة ماذا تقول لجمهورنا عنها؟ يعني رسالتنا لجمهورنا يعني إحنا نعتمد في فلسفتنا من أجل هذه الحملة فلسفة واضحة الاعتماد على المواطن الفلسطيني على قناعة المواطن الفلسطيني أن هذا الاحتلال إلى زوال وبالتالي أي جهد مهما كان بسيط ممكن يساعد في إنهاء هذا الاحتلال سواء في موضوع المقاطعة في موضوع المقاومة الشعبية في موضوع المسيرات اللي بتخرج كلنا يجب أن نكون شركاء في هذا العمل ويجب أن نكون موحدين خلف شعار واحد وهو إنهاء الاحتلال شكرا لك أتمنى لك التوفيق وأيضا صدافتكم على مدار الأشهر القادم وتحدثنا مزيد عن تطوير هذه اللجنة نشد عائديكم أيضا لهذا التوجه يعني كنا صدفنا أيضا لجنة المقاطعة ونشهد اليوم بعد سنوات عديدة ما أنجزت لجنة المقاطعة لهذا الصعيد الشعبي أتمنى لكم التوفيق أيضا